بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم على قناة جنة العلوم النشط الثاني يتمثل في إبراز دور الماء في تغيير التضارس تؤثر العوامل المناخية على الصخور العوامل المناخية مثلا الرياح مثلا كذلك الماء على الصخور وتختلف شدة تأثيرها حسب خصائصها الفيزيو كيميائية يعني على حسب خاصية تركيب الصخر يتم التأثر بالعوامل المناخية ولكن الظاهرة الطبيعية التي تتسبب في تغيير المنظر سواء على المدى البعيدة أو القريب في العملية الثالث تتمثل في مياه الأمطار يعني الماء يؤثر بدرجة كبيرة على الصخور وبالتالي يؤثر على الصخور يؤثر على التضارس وبالتالي يغير في شكل المنظر الطبيعي تؤثرنا مياه الأمطار على التضارس يعني تؤثر على المنظر الطبيعي كيف تؤثر تؤثر على عملية التعرية أي عملية حتى الصخور مثلا تفكيك الصخور الضخمة إلى صخور صغيرة وتؤثر على عملية النقل وكذلك على عملية الترسيب سنتعرف على هذه العمليات الثلاث يعني ماذا نقصد بها إذن قلنا أن الماء يلعب دور كبير جدا في تأثير على المناظر الطبيعية ماء المطر خاصة ماء المطر إذا كان بغزار إذا كان شديد الغزار تتباين المناظر الطبيعية يعني تختلف توجد مناظر طبيعية جبلية تمتز بين حدارات وتلال كذلك السهول يعني أقل ارتفاع مسطحة مثل ما هو الحال في التربات الزراعية يعني عندنا بزاف أشكال من المناظر الطبيعية من التضاريس التي تشكل منظر الطبيعي إضافة إلى خواص الصخور واختلاف تأثرها بشدة العوامل هذه النقطة تحدثنا عليها قبل قليل بما فيها تأثير الماء مثل ما سابق وأن توصلنا إلى ذلك يعني المناظر الطبيعية تتأثر كما قلنا بالعوامل المناخية وليتأثر فيها هو خاصة الصخور على حسب خواصها فلاحظوا الشكل التالي أو الصورة الأولى التأثير على الصخر هنا مياه أمطار غزيرة منحدرات جبلية لاحظوا كيف تؤدي إلى عملية تفكيك هذه التضاريس هذا ما يسمى بعملية الحت عملية التعرية يعني سخور تتفكك إلى سخور صغيرة سخور ضخمة تتفكك إلى سخور صغيرة تضاريس تتحطم أجزاء كبيرة منها وبالتالي النتيجة هي تغير شكل المنظر الطبيعي هنا لاحظوا ماذا يحدث؟ إنهيار كتل ترابية بسبب ماذا؟ بسبب سيول الأمطار إذن هنا الماء يأثرنا على الصخور نقلنا هنا على حسب خاصية الصخور كان الصخور المتماسي كي يكون تأثر تحا قليل كان الصخور متفككة أو قابلة لتفتت وبالتالي تأثر تحا يكون سريع وكبير جدا بالمياه هنا ما نقصد به تأثير ماء المطر على التضاريس هنا تأثير على تربة الزراعية لاحظوا كيف يتم جرف تربة الزراعية بالتالي مع الوقت سيتأثر هذا المنظر الطبيعي قبل قليل شاهدنا المناطق المرتفعة منحدرات هنا في مناطق السهلي هنا تأثير على المنحدر عاري من النباتات لاحظوا عملية التعرية كيف يتم تفكيك هذه التضاريس هنا بما أنه مكش نباتات لأنه النباتات بجذورها تقوم بإمساك التربة ومنعها من التفكك وهنا بالتالي التأثر يكون كبير لأنه تعرية تكون سهلة على هذه المنحدرات سيول جارفة ثم ماذا يحدث العملية الأولى هي عملية الحت العملية الثانية التي تؤثر بها مياه الأمطار هي عملية النقل بعدما تفككنا الصخور الضخمة تؤثر على التضاريس تقوم بنقل تلك الصخور المتفككة يعني جزئات الناتجة عند الصخور الضخمة تقوم بنقلها إذن هنا عملية النقل مثلا هنا في الوديان والجداول عن طريق الماء وعن طريق الرياح والماء هنا يلعب دور كبير خاصة كما قلنا إذا كانت سيول كبيرة يعني المغياثية تكون معتبرة حجارة وحصى غير متوقع إنتاجها جرف الحجارة والحصى الناتجة عن تفكك التضاريس وهنا سيول على مستوى النهر تظهر محملة بمادة منقولة لماذا؟ لأنها تحمل جزئات نتجة عن الحت في مناطق أخرى إذن هنا العملية الثانية التي تأثر بها المياه هي عملية النقل والعملية الأولى هي عملية الحت إذن بعد الحت يأتي أو تأتي عملية النقل هنا تأثير عامل آخر ما هو هذا العامل؟ لاحظوا هنا هو كما نرى الرياح تقوم بجلب الرمال زوابع رملية تغطي مدرسة ابتدائية إذن الرمال كذلك تقوم بعملية النقل وهنا عواصف رملية الرياح تحذر مختلف الجزئات الدقيقة خاصة الرمال هنا عاصفة رملية تشتاح حاسي بح بح ولاية الجلفة إذن فيما سبق قلنا أن الماء يلعب دور في عملية النقل الآن هنا هذه الصوت توضح أن الرياح تلعب كذلك دور في عملية النقل العملية الثالثة بعد عملية الحت وعملية النقل تأتي عملية الترصيب عملية الترصيب رصبية المتراكمة في حوض الترصيب مشكلة طبقات عدة طبقات ترصبت الجزئات مع الزمن تشكلت عدة طبقات هذه نسمي عملية الترصب جزئات تتوضع مع الوقت الأولى تتوضع في الأسفل ثم تاليها هذه ثم تاليها هذه فتشكل عدة طبقات نسميها طبقات رصبية ترصيب الرمال في المنخفضات المناطق المنحاضرة تتوضع فيها جزئات الرمال تعليمات كتاب المدرسي تبين وثائق سند الأول مختلف أشكال تأثير الماء على الصخور أذكرها أذكر هذه الأشكال إذا نروح للإجابة الأولى أشكال تأثير الماء على الصخور كما قلنا العملية الأولى هي عملية الحت ثم عملية ثانية عملية النغل هذا على حسب السند الأول فقط السند آلف الحت بنوعيه الميكانيكي والكيميائي وش نقصده بيه الميكانيكي وش نقصده بيه الكيميائي الميكانيكي مثلا عندما تكون الأمطار غازيرة تضربه في الصخور وفي التضاريس بتلك القوة تقوم بالتحطين إذن هذا ما نسميه الحت الميكانيكي والحت الكيميائي عن طريق المواد الكيميائية مثلا أمطار تكون محملة بغاز ثاني أكسي الكربون وتضاريس تكون كلسية يتفاعل تفاعل كيميائي ذلك الغاز الموجود في الأمطار غاز ثاني أكسي الكربون يتفاعل مع الصخور الكلسية فيؤدي إلى تحطيم الصخور الكلسية وتفكيكها وبالتالي هذا ما نسميه عملية الحت ثم عملية النقل مخلفا وراءه سواقي والشعاب وأخادي يعني نقل جزئات النتيجة عن تفكك وإنزلاقات إذن هذا هو هذه الإجابة المتعلقة الإجابة الخاصة بالسؤال الأول السؤال الثاني توضح وثائق السند آل إبا واحد دورا آخر للماء والرياح بعد الحت الميكانيكي حدد هذا الدور الماء والرياح تلعب أي دور ودور النقل إذا تنقل المياه والرياح كل ما تستطيع حمله من أماكن تكونه إلى أماكن أخرى بعيدة أو أماكن قريبة إذن هو دور النقل السؤال الثالث استخرج مصير المواد المنقولة يعني المواد المتفككة ثم المنقولة مصيرها ما هو هو عملية الترصب هي عملية ثالثة تترصب المواد المنقولة في المنخفضات وفي أحوال الترصيب مشكلة بنيات جديدة كما شفنا حوال الترصيب مثلا تترصب الجزئات مع الوقت تترصب ثم تشكل عدة طبقة أخيرا نلخص في نص علمي مختصر كيف تؤثر مياه الأمطار على التضاريس يعني شوفوا المراحل اللي تأثر بها والعوامل إذن تؤثر مياه الأمطار على شكل التضاريس من خلال دورها الحتي عملية الحت أنا نكرر في هذه العوامل ومساهمتها الهمة في تفكيك الصخور حتى الصخور تتفكك من جزئة ضخمة إلى جزئات أصغر منها ويعني الحت يكون ميكانيكي قد يكون كيميائي وتحليل بعضها الآخر كيميائيا الحت الكيميائي وميكانيكي بنوعه ثم تقوم بنقل يعني العملية الثانية هي عملية النقل تنقل المواد الناتجة تنقل المواد الناتجة عن التفكك عن الحت من المرتفعات نحو المنخفضات فتشكل جراء ذلك مظاهر تضاريس جديدة مثلا الجبال تكون بهذا الشكل بعملية الحتوى التعليا ومختلف الإنجرافات لتحول إلى جبال شديدة الانحضار بسبب تعليا هذا الجزء من الجبل أول الجبال إلى تلال يعني تزال الجبال نهائيا ظهور الويديان والشعاب بسبب عملية الجرف وعملية النقل امتلاء المنخفضات بسبب عملية الترصيب والويديان بالوحل والحصة والحجارة زاول الواحات والمنخفضات في الصحراء ظهور السهول من الحصة والحجارة وأخيرا النتيجة تؤدي العوامل المناخية إلى ماذا؟ إلى تفكك الصخور المناخية التي عرفنا اليوم هي الماء إضافة إلى الرياح تتفكك الصخور بها بتدخل العوامل الفيزيائية والعوامل الكيميائية متمثلة في الماء وغاز ثاني أكسي الكربون والحرارة والرياح لكن اليوم ركزنا على عاملين ويعتبر الماء هو العامل الأساسي يساهم بقوة في تغيير شكل التضاريس يعني العب دور كبير أكثر من العوامل الأخرى خاصة إلى المياه إذا كانت غازيرة العوامل المناخية مختلفة الماء والحرارة والرياح إلى التفتت وتفكك الصخور تفكك كيميائي وتفكك فيزيائي يعني ميكانيكي ثم تأتي عملية النقل تقوم المياه والرياح بعملية النقل نقل المواد الناتجة إلى مناظر أخرى تتموضع يعني تترصب المواد المنقولة تشكل بنية جديدة كثبة الرملية أحواظ الترصيب مؤدية يتشكل مناظر جديدة احنا هذا وشي همنا أنه هذه العوامل كلها تؤدي إلى ظهور منظر جديد تغير شكل المنظر الطبيعي تغير في شكل المنظر الطبيعي تغير مياه تغير مياه الأمطار والويديان والسيول في شكل المناظر الطبيعية عن طريق الإنجراف الذي تحدثه على التربة والويديان والمحضرات الجبلية